يا ولاد المحزوزة، الأموال والثروات تحت غمرهم وترفع بهم عالياً للسماء أبراج الحظة هيجري وراهم ومش هيفارقهم أبداً في شهر مايو، يونيو، يوليو كمان والشهور اللي جاية بإذن الله حسب طبعاً أراء خبراء الفلك والأبراج هنتكلم على هذه الأبراج المحزوزة توقعات الأبراج، أبراج بتحزب حظ كبير في 2024 عموماً زي ما أنا قلت وخاصة في الشهور اللي احنا فيها، الشهر الجاري والشهور القادمة بإذن الله والكتير بيحلموا أنهم حققوا أمانيهم فبعض الأبراج المتوقع لها أن يرافقها حظ كبير وتحقق مكاسب عديدة أول حاجة جوزاء، توجد الكثير من الأبراج المتوقع لها حظ كبير ومنها الجوزاء هيظهر كوكب المشترى المحزوز لأول مرة في الجوزاء من سنة 2013 بيستمر لغاية 2025، الأمر بيجعل لهم حظ سعيد في حياتهم العطفية وده بيساعدهم على إيجاد الحب الحقيقي لأن مواريد البرج بتمتعوا بالذكاء والقدرة على التكيف نجي الجاذي، تاني حاجة، الجاذي عنده حظ وفير جدا، السنة دي عموما وبينتظر عام من الحظ الذي لها مسيلة له وتواصل الكوني في أمور القلب حيث يجد نفسه يجذب الشركاء المحتملين دون عناء وده بيحقق لهم مكاسب مالية كبيرة تلك برج معنا الحوت، الحوت اللي بيتمتع بكسر من الحظ يتميزوا أصحابه وقضيته على بناء علاقات عميقة ومتينة هيتحقق جميع أحلامهم ومتطلعاتهم بفضل تأثير المشترى الواسع يكون عندهم فرصة للاستمتاع بحياة عطفية مليئة بالحب والسعادة والاستقرار وأيضا عندهم فرصة رائعة لتحقيق الأهداف وجذب الشرك المناسب اللي بيشاركوا القيم والأهداف ويشعروا بالرحة والأمان في العلاقة ويتمتعوا بالاستقرار والتوازن يكونوا قادر على بناء علاقة قوية ومستدامة تستمر للفترة طويلة كمان هيتمتعوا بحظ وفير في مجال العمل والمال هيكون عندهم فرصة لتحقيق نجاح كبير في مصاره المهني ويتلقى عروض مغرية ويكون عندهم القدرة على تحقيق تقدم كبير في مجاله هيتمتعوا أيضا بحظ جيد في المال هيتلقى فرص لزيد الدخل وتحقيق الاستقرار المالي البرج اللي بعد كده السرطان السرطان أحد الأبراج اللي يتمتع بالكسر من الحظ ويتميز أصحابه بقدرتهم مع تجاوز الصعوبات وتحقيق السعادة والاستقرار في حياتهم العائلية هيجد أنفسهم محاطين بالرعاية والحب من قبل أفراد عائلتهم وأحببهم وأيضا هيشعروا بالسعادة والراحة وأيضا هيقدروا يتجاوزوا أي صعوبات ممكن تواجههم ويبنوا علاقات مستدامة وملئة بالحب والاستقرار هيجد أنفسهم في بيئة أمنة ومحاطة بالرعاية والدعم من الأفراد العائلة والأحباب وكمان هيبع عندهم حظ وفير في مجال العمل والمال هيحاول نجاح كبير في حياتهم المهنية وتمتعوا بتقدم مهني ملحوظ أتلقوا فرص مصيرة للإهتمام ويكونوا عندهم قدرة على تحقيق تحسينات مهنية وزيدة الدخل يتحققوا الاستقرار المالي وتمتعوا بالأمان المالي في العام القادم